كما أكد الرئيس السيسي أن سيناء أمانة غالية في أعناق جميع المصريين بعد استعادتها وتقديم تضحيات جليلة من أجلها وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تعميل سيناء وتنميتها بما يتناسب مع طموح المصريين للوطن مشيرا إلى تضحيات أبناء مصر الذين سالت دماؤهم فوق هذه الأرض الغالية سواء لاستردادها من الاحتلال أو لتطهرها من الإرهاب إن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا نحن المصريين استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحجم أعمال لم تشهده من قبل فتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات وهو إنفاق مهما زاد لا يعودنا قطر ددم من دماء أبنائنا الطاهرة التي سالت فوق هذه الأرض الغالية سواء لاستردادها من الاحتلال أو تطهيرها من الإرهاب وهي الحرب الأخيرة التي امتدت أكثر من عشر سنوات كاملة وسيأتي اليوم الذي نقص فيه بالكامل روايتها ليعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل زرة رمال في بلادهم وتنمية مواردها وتطويرها والانطلاق بمصر من خلال بناء مقاومات القوة الشاملة اقتصادياً وتكنولوجياً وتنموياً لتصل مصر بإذن الله وفي وقتٍ ليس بالبعيد إلى المكانة التي يزب إليها شعبها العظيم وتتسق مع تاريخها المجيد عاهدت الله وعاهدت الله على أني لن أدخل قهر ولن أتردد دون فضحية مهما كلفتني بشبيل أن تصل الأمة إلى وضع تكون فيه الخادرة على رفع إرادتها إلى مستوى أمني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة